بعث ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة برقية تعزية ومواسة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في ضحايا حادث قطار القليوبية معربا عن خالص تعزيه وصادق مواساته للرئيس السيسي وشعب مصر وأسر الضحايا كما بعث ولي العهد البحريني ورئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد الخليفة برقية تعزية ومواسة إلى الرئيس السيسي ورئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي دعا خلالهما الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمنى على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وأن يحفظ مصر من كل سوء ومكروه وفي السياق عربت الخارجية البحرينية عن بالغ التعازي والمواسة لمصر حكومة وشعبا في هذا المصاب الجلل سائلة المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وغفرانه وأن يمنى على جميع المصابين بالشفاء العاجل